اللي فينا سليم مش هتفرق معي شوية تراب وانت بدوس على سجادة فيه سوق انا شفت فيلم معمول برة مش في مصر التراب قدروا يصوروه وانت بتدوس على السجادة التراب بيعلى اعلى من راسك يبقى مية مية حسن شقه فيبقى لا فيه سجاجيد ولا ستاير الستاير دي مخزن تراب مخزن اي حركة زيادة فدي الست دي ممنوع من الاتراب او اذا كنت ساكن في حتة فيها مصانع 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 عسمنت مصانع زجاج اي حاجة يستخدم فيها الرمر مصانع حديد الابخرة عشان كده المصانع دلوقتي مفيش زي زمان تليد دخان طالة لا خلاص فانا بنصحك يا حسن هتروح لدكتور امنارة صدرية استاذ حيشخص لك الحالة وغده هل هناك ازباب لنقص الاكسوجين تانية كثيرة ما انا الحلقة دي لحسن لان انا وعدت الجمعة اللي فاتت ان انا حخليه للجمعة الجاية وانا فعلا على وعدي دلوقتي القلب اهو احنا عندنا قلبين قلب يمين وقلب شمال قلب يمين وقلب شمال الشمال الدم يطلع الاورطة عشان يغزي جسمي كله واليمين الدم جايله عشان يطلع على الرئة عشان يتاكسد واضحة واضحة هنفترض اليمين اهو بيطلع الدم على الرئة عشان يتاكسد ويروح للشمال يوزيه على الجسم واضحة هنفترض ان الدم اللي فينين مرحش الرئة مرحش تقولي مرح فين هقولك فيه ثقب والدم نقل من اليمين الى الشمال دون المرور على الرئة ما عندوش اكسجين ما عندوش اكسجين هجيبه منين الرئة هي مصدر اكسجين الوحيد الوحيد عندنا فلو عندك ثقب بين البطين والازين بين البطين والبطين متأسف البطينين فاتحين على بعض والدم ادر لان هو المفروض انه يطلع من الشمال اليمين لا ادر يعدي من اليمين الى الشمال خلاص بقى عندو نقص اكسجين لان الدم مرحش ترقه خلاص طيب ادي ومجموعة تانية مجموعة تلكة بقى ذا يعني قضية خطيرة جدا 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 التدخين اعتقد والله اعلم مفيش مدخن باكسجين طبيعي خصوصا لو بقى له مدة بيدخن ان التدخين بيعمل تغيرات في الرئة ويخلي الهوى اللي داخلي ما يطلعشي فيعمل حاجة اسمها احتباس هوائي دا يقل الأكسجين جدا 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 يا مدخن اعلم انك يوما ما مكانك عندنا في العناية المركزة نحتقي بعد الفاصل ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة